لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الموضوع الآخر اللي نتحدث عنه هو قضية تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون اللي قال فيها أن الرئيس شجاع شوف كلمة شجاع ذكرته المستشارة الألمانية وذكر الرئيس ماكرون المستشارة الألمانية قالت القوة والشجاع والرئيس الفرنسي قال أنه شجاع كلمة الشجاع هذه سنفهم بعدها ومعناها عندما يظهر الرئيس إذا ظهر الرئيس يمشي على قدميه بصفة عادية ما يوحي أن وضع الصح عادي إذن الشجاعة تتعلق بقرارات ستتخذ وإن كان ظهر ضعيف في صورة أخرى ربما على كرسي متحرك أو شيء من هذا القبيل لا نتمنى له طبعا نتمنى له الشفاء الشفاء التام إذا ظهر في صورة أخرى أعتقد بأن الشجاعة المقصودة من طرف ميركل وماكرون هي أن الرئيس سيواجه هذا الوضع الذي هو عليه بشجاع لكن نحن نعلم أن الرئيس الفرنسي عندما تمت انتخابات 12-12 لم يقدم تهانيه إلى الرئيس الجزائري أنا لا وعنده كان أعتقد في الاتحاد الأوروبي وقال بأنني طلقيت المعلومة وذكر بأنه ذلك يجب أن نلع الجزائر أن تستجيب الحركة الشعبية ولم يقدم له تهانيه ولا أي شيء وقد رد عليه الرئيس الجزائري في أول ندوة صحفية عقدها بالقوة فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش هو حر يسوق البضاء على اللي يحب في بلاده وننتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري قال ما الرد شعلي وبعد ذلك قال أنت خبني الشعب وهو وكذا وكذا استمعتم إليه واش قال الجزائر وفرنسا في تلك المرحلة كانت أزمة كبيرة كان الجيد صالح غرد خارج سرب الإليزي فرنسا كانت تريد ألا يرحل بوتفليقة إلا إلى القبر كانت تريد استمرار حكم بوتفليقة وعندما يرحل بوتفليقة هي التي ترطب البيت الداخل للجزائر وتم الاتفاق على بعض الأسماء ولكنها بقيت في طي المجهور غير أن ما حدث كانت العصابة تتحرك ضمن أطر وتحت أعين فرنسا في إطار اتفاقية فالدوغراس التي سيمينها أنذاك اتفاقية فالدوغراس التي تقضي ببقاء الرئيس عبد العزي بوتفليقة في الحكم إلى غاية وفاة ثم يخلفه شخص آخر من نفس المجموعة التي هي مجموعة بوتفليقة وهذا الذي تم الاتفاق عليه غير أن القايد صالح رحمه الله غرد خارج هذا السر أجهض هذا المشروع عندما فار الشارع الجزائري تم التنصيق بين دوائر جزائرية ودوائر فرنسية أن يكون هناك شخصية أخرى يتم الاستنجاج بها بحيث بوتفليقة يغادر الحكم وتبقى هذه المرحلة انتقالية إلى غاية انتخابات رئاسية ولكن تحت رعاية العصابة نفسها قايد صالح أجهض هذا الأمر وأجهض إقالته وتم الزج برجال هذه العصابة في السجن سجن توفيق سجن طرطاق سجن السعيد سجن بوتفليقة سجن سلال سجن ربراط سجن حداد كلهم هذموا كلهم في الأغلبية الساحقة تاعهم هم رجال فرنسا في الجزائر إذا لم يكونوا رجال فرنسا بصفة مباشرة هم ممن يعتبروا أركان اتفاقية في هالدوغراس وممن يدافعون ووافقوا عليهم هذه الإشكال إذن صار صار القيد صاح يغرد خارج سربل وذهب في غير الإطار الذي كانت تريده فرنسا ولذلك فرنسا حست بغضب كبير حست بأن القيد صالح انقلب عليها بأن القيد صالح انقلب على مشروعها في الجزائر لذلك لم تكن فرنسا راضية على القيد صالح ولذلك كانت هناك أزمة كبيرة بين الجزائر وفرنسا لذلك حتى تببون لما جاء للحكم كان سير في هذه الأزمة نعم بعد وفاة القيد صالح عادت دفء للعلاقات بين الطرفين نحن ندرك أن الرئيس فرنسي هنأ بعدها الرئيس تببون توطط العلاقات زيارات متعددة وزير الخارجية ثلاث مرات هو يزور الجزائر وزير الداخلية زار الجزائر وشفته كيف وضع أكاليل الزهور أور على من سقطه من الفرنسيين في حربهم ضد الجزائريين وما إلى ذلك من هذه الأمور أور أيضا جاء دستور دستور هو دستور في قيم الجمهورية الفرنسية هو دستور لقيم الجمهورية الفرنسية وليس لقيم الجمهورية الجزائرية التي أرساها بيان أول نظام لما عادت دفت لاحظنا ذلك توقفت الحملة حملت التوقفات في إطار الفساد تم الإفراج على عدد كبير من الضباط والسامون وجنرالات في صمت توفيق خرجوه من سجن البوليدة ووضعوه في إقامة أما في بوشاوي وصار بعد ذلك يستقبل حتى الضيوف والأمور الأمور تتجهها نحو غير ما كان يريده الجيد صالح هناك ما يشبه الإنقلاب ضد ما كان يريده الجيد صالح لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لاحظنا توقفات طالت الخلية المقربة من الجيد صالح فظهر الأمر أن القضية لم تتعلق بمواقف للمؤسسة بل فقط مواقف من طرف شخص من كوكبة من الأشخاص كانت تقود الجيش عندما رحل الركن الأساسي في هذه المجموعة تفككت هذه المجموعة واجترت المؤسسة الكثير من وعودهم أن الرئيس ماكرون في حديثه الجونفريك تحدث على شيء مهم هي المرحل الانتقالي المرحل الانتقالي ترى ما هي معنى المرحلة الانتقالية هل هذه المرحلة هي انتقالية في نظر الرئيس الفرنسي منذ 22 فبراير هو الذي كانت ترفضه السلطات الجزائرية على الجيش كان يرفض مرحلة انتقالية كان قال مرحلة دستورية وعندما تم انتخاب الرئيس لا يمكن أن نسمي مرحلة انتقالية رئاسة رئيس الجمهورية قال بأننا في جمهورية جديدة إذن إذا كان يقصد ماكرون مرحلة انتقالية من ذلك الوقت من المفروض هنا السلطات الجزائرية ترفضها ترد إذا كان يقصد أن المرحلة الانتقالية بدأت منذ مرض الرئيس تبون هذا شيء آخر معناها أنه هناك تم اتفاق على مخطط معين ما بعد مرض الرئيس تبون لأن الوضع الصحي للرئيس تبون ماكرون عارف كل المعطيات عنده كل المعطيات على الوضع الصحي إذا لم تعطى له من أطراف جزائرية يعطيها من أطراف ألمانية المهم المعطيات عنده ترى هل يقصد بهذه المرحلة منذ مرض الرئيس تبون مرحلة انتقالية والسلطة منذ ذلك الحين لم تتحدث عن هذه معناها أن المرحلة بدأت بالفعل مرحلة انتقالية ويتم ترطيب للانتقال إلى جهة معين ترى هذه المرحلة التي سنذهب إليها هل هي مرحلة ما بعد قبل 22 فبراير التي أجهضها القايد صالح فلذلك الرئيس الفرنسي ينظر إلى أن هذه المرحلة هي مجرد مرحلة انتقالية حتى إلى إعادة المياه إلى ما جريها التي كانت في نظر فرنسا قبل أن يجهد ذلك المشروع القايد صالح إذن إذا كانت مرحلة انتقالية معناها أن الرئيس لما يعود رح يبدأ فعليا في مرحلة انتقالية معناها راه مرحلة لا علاقة لها من تلك المرحلة من 22 فبراير إلى غاية أكتوبر 2020 مرض الرئيس معناها أن هذا الدستور يدخل في إطار المرحلة الانتقالية أنه سيتم الإفراج عن تلك القيادات التي تم سجنها بسبب ما سميت أنذاك المؤامرة على المؤسس العسكري أن الدستور الذي فيه قيم الجمهورية سيتم الاستمرار فيه أيضا الضغوطات التي مارسها ميرسة في المرحلة ما قبل رئاسية 12-12 ضد ما تسمى الحركة البربارية سترفع نهائيا وأعتقد أنها بدأت تظهر عوامل ذلك إذن تبقى مرحلة الانتقالية السلطة عندما كان الجزائريون يتحدثون يطالبون بمرحلة انتقالية إعلامهم يتم تحريض وتخوينهم وكذا وكذا نحن لا نريد مرحلة انتقالية وكذا وكذا ها هو الرئيس الفرنسي يتحدث عن مرحلة انتقالية في الجزائر ترى ما هي لا يمكن أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن مرحلة انتقالية ما تكون الاتفاق معها ورهم بدوا فعلية إيام فيها مع مرحلة مع سلطات الجزائر إلا إذا كان أنه النظر في رأي فرنسا أنه ما يحدث كل مرحلة انتقالية وفي النهاية سنصل ستبقى في نظر فرنسا أنها مرحلة انتقالية حتى توضع الجزائر في السكة التي يريدها الإليزي أو أن المرحلة الانتقالية في ظل الصعوبات المستجدات الجديدة الرئيس مريض قد يعودوا في وضع صحي ليس مثل ما كان عليه من قبل حرب في الصحرة الغربية ليبيا أي فيها حرب أهلية والجزائر خرجت منها منطقة الصحر والصحراء قد تتفجر فيها أمور وما هذه الأشياء لكن كل القراءات موجودة ولكن في نظري أن المرحلة الانتقالية التي يتحدث عليها الرئيس الفرنسي ماكرون ووصف الرئيس تبون بالشجاعة ربما بشجاعته في مواجهة الجزائريين وهو على وضع صحي آخر غير الذي كان عليه أو الشجاعة في اتخاذ قرارات وهذه القرارات ستكون مع إعادة الجزائر إلى مرحلة ما قبل 22 فيل هذه إذن خاصة أن لفظ الشجاعة كما ذكرنا مشترك ما بين ماكرون وميركا ترى كيف ستكون شجاعة الرئيس ننتظر عودة الرئيس وظهوره للجزائرين كما قلت إذا ظهر واقفا على رجليه وفي وضع صحي عادي الشجاعة تتعلق بقرارات ستتخذ وهذه القرارات ستتخذ تتعلق باتفاقية فالدوغراس التي سيتم تجديدها وفق منظور جديد يتماهى مع المرحلة الجديدة يكون فيها الإفراج عن عدد من رموز نظام بوتفليقة عدم محاكمة بوتفليقة ثم التوقف عن هذه الحملة التي طالت البوتفليقيين ضمن إطار مكافحة الفساد وستعود الأمور إلى ما قبل 22 شيريو فيفري النفوذ الفرنسي كما هو من قبل أنا أعتقد وعندما أتحدث عن هذا الكلام لا يعني أنني أطالب بصراع أنا أقولها لكم الصراع الفرنسي الجزائري لن يكون في صالح الجزائريين ولن يكون في صالح الفرنسيين الجزائر فعندها جادية كبيرة هنا وعندها مصالح كبيرة هنا والفرنسا أيضا كيف كيف وهناك مصالح مشتركة بين البلدين ولكن تحتاج إلى التعامل وفق منطق سيادي الند للند وفق مصالح متبادلة وليست مصالح طرف على حساب طرف آخر هذا الذي يجب أن يكون وهذا هو المنطق في التعامل ما بين الدول أما الكلمات الأخرى والحديث الأخرى فهي كلها واهية ولا معنى لها إذن المرحلة الانتقالية الجزائر في نظر ماكرو في مرحلة انتقالية والجزائريين لم يعلموا أنهم في مرحلة انتقالية إلا عندما أخبرهم ماكرو والسلطات الجزائرية ظلت ترفض كلمة مصطلح المرحلة الانتقالية على مدار فطرة مكاملة ترى لماذا لا يم يتحدث أي مسؤول جزائري ويرد على ماكرو بأننا لسنا في مرحلة انتقالية صمتهم إما أنهم ينتظروا حتى يجي الرئيس يرد حتى يكون الرئيس يرد على رئيس آمر ثاني إما أنهم بالفعل في مرحلة انتقالية تمضبطها منذ فطرة بين الأجهزة وفي لقاءات خفية والمعلومات كثيرة تتحدث أن تنسيق كبير خفي غير معلن اندلع منذ مطلع العام الجديد 2020 بين الجزائر وفرنسا وتم ترتيب فيها البيت الداخلي بين الطرفين وفق منظور جديد يرضي فرنسا ويرضي بعض الأطراف في الجزائر وطبعا آخر ما سيتم الاهتمام به هو إرضاء الحراك الشعب إذن إخواني الكرام ميركل أخبرتكم عن وضع الرئيس ويبقى عودته ما زالت في حكم المجهول ربما خلال أيام ربما خلال فطرة وأنا قلت ذكرت من قبل أن الرئيس خرج من الغيبوبة وأن مرحلة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين وإذا تجاوزت أكثر معناه أن الرئيس ما زال يحتاج إلى وقت طويل ليعود إلى وضعه الطبيعي ترى كيف سيظهر كيف سيواجه ما هي القرارات التي ستتخذ لنفهم بعد ذلك معنى الشجاعة التي قصدها ماكرو والشجاعة التي قصدتها ميركل وعندها لكل حادث حديث شكرا لكم أحبة الكرام ما زال الحديث فيه جوانب كثيرة سنثيرها في مدخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله